تعتبر إسبانيا من الدول التي عانت من الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت تداعياتها في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008 لتمتد لباقي البلدان التي تأثرت بأشكال متفاوتة وكانت إسبانيا قد ودعت سنة 2007 بأقل من 8% في معدل البطالة وهي أدنى نسبة سجلت في تاريخ البلاد لكن الأزمة الاقتصادية جعلت هذه النسبة ترتفع لتصل لمعدل نهز 26% وكان ذلك سنة 2012 لقد تجاوزنا مرحلة صعبة ويعود الفضل لعدة عوامل من بينها السياحة التي شهدت انتعاشا كبيرا بعد المشاكل التي شهدتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا مسل دفعة قوية للاقتصاد جودة الوظائف ربما تبدو أقل مما كانت عليه في السابق ورغم ذلك فهذا يعد إنجازا نتمنى أن يستمر للأفضل وبعد مرور عشر سنوات عن اندلاع الأزمة الاقتصادية استطاعت الحكومة الإسبانيا خفض نسبة البطالة بشكل لافت ليسر للنسبة 16% في آخر مسح قام به المعهد الوطني للإحصاء انخفاض جاء بعد قرارات اقتصادية قاسية تميزت بالتقشف وخفض الإنفاق العام ودعم القطاعات التي توفر أكبر عدد من فرص الشغل يجب أن نشيد بالإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية لكن الرواتب لم تشهد تحسنا بعد لذا أعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن يتم التركيز خلالها على تحسين أوضاع العمال والموظفين ورغم أن الطريقة لا يزال طويلا أمام الحكومة الإسبانية لخفض معدل البطالة إلى نسب معقولة إلا أن ذكرى اليوم العالمي للعمال تعتبر فرصة حقيقية للاحتفاء بالإنجازات التي تم التوصل إليها في السنوات القليلة الماضية يجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون هنا في إسبانيا على أن البلاد تجاوزت فعلا مرحلة حرجة كادت فيها التحديات الاقتصادية أن تهدد استقرارها السياسي وجاء هذا النجاح في تجاوز هذه التحديات بعد مجهودات وتضحيات كبيرة تحمل جزءها الكبير المواطن العادي حميد بلحسن الإخبارية مادريد